إدارة نادي الزمالك في نفس السياق قررت إسناد مهمة قيادة مران الفريق غدا للسنائي أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي لحين التعاقد مع مدرب جديد المجلس حتى الساعات الماضية بيبحث عن مدرب يقود المران حتى تم الاستقرار على إسناد المهمة لعبد المقصود والمحمدي بالمناسبة نادي الزمالك قال أو مجلس إدارة نادي الزمالك قال إن المدرب القادم لنادي الزمالك هيكون مدرب وطني مصري يعني مش أجنبي طيب ورغم كده ورغم تقديم استقلته إلا لسه في أصوات داخل نادي الزمالك بالطالب بمنح الفرصة للكابتن قسام نبيه اللي كانت فريق في مباراة البنك الآلي في كأس الرابطة في زل عدم اقتراب التعاقد مع مدرب أجنبي جديد وأنا زي ما قلت لكم أجنبي ده كان مطروح بس خلاص مجلس الإدارة استقر إنه يكون المدرب مدرب مصري هتقول لي خلاص أكيد مصري هقولك في نادي الزمالك في الوضع ده ما فيش حاجة مبسوكة احنا كل دقيقة بتجينا معلوم عشان بالمناسبة يعني فيه اختلافات في وجهات النظر جوه نادي الزمالك يعني فيه ناس تقول لأ لازم نجيب مدرب أجنبي فيه ناس تقولك لأ هجيب أجنبي للوقت وأنا تقريبا خسران دوري وخسران أفراقيا طيب فيه ناس تقولك لأ نجيب أجنبي عشان خاطر يستعد للموسم الجديد طيب ما نجيب مدرب مصري أحسن هو اللي يلم الفرقة وبعد كده نبقى نجيب مدرب أجنبي بعد نهاية الموسم أراء كثيرة حتى الآن ما خرج من نادي الزمالك إنه مدرب مصري والأقرب هيكون الكابتن خالد جلال وده اللي قلناه نبارح الكلام ده ممكن يتغير بكرة آه ممكن يتغير بكرة يا سلام آه يا سلام الله أعلم نحن بس كل ما بيحصل أفديت بنجيبه لكم بنقوله لكم لكن جوة نادي الزمالك أصلا القرارات أو الأفكار بتتغير فأنا ماشي معاك لحد ما يجي القول الفاصل في هذا الأمر اشتركوا في القناة